بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلواته ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا عن من يأرحم الراحمين وبعد نتناول في هذا الدرس موضوعا مهما يتعلق بالقرآن الكريم وهو موضوع القراءات والقراء نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن الكريم يقرأ بقراءات متنوعة كلها ثابتة صحيحة وأقصد بذلك ما ثبت من القراءات ونسمع في وسائل الإعلام مثلا أو في حلقات الدروس ومجالس العلم من يقول هذه قراءة نافع مثلا أو هذه رواية حفص عن عاصم ونستمع إلى هذه التلاوة بصوت القارئ الفلاني برواية ورش عن نافع فما المراد بهذا؟ ما المراد بالقراءات؟ ومن هؤلاء القراءة الذين تنسب هذه القراءات إليهم؟ هذا ما نريد التعرف عليه من خلال هذا الموضوع القراءات والقراءة نتناول ابتداء موضوع القراءات القرآنية من حيث التعريف بها والفرق بينها وبين القرآن الكريم ثم نتناول أنواع القراءات وأحكامها وبعد ذلك نذكر ضوابط القراءات ثم فوائد اختلاف القراءات القرآنية فنبدأ بأول مسألة من مسائل هذا الموضوع وهي تعريف القراءات والفرق بينها وبين القرآن ما المقصود بالقراءات؟ يعلنا لو تأملنا هذا اللفظ وجدنا أن القراءات كما يقول القطار رحمه الله في كتابه في مبحث القراءات والقراء في المدخل لهذا الموضوع قال القراءات جمع قراءة مصدر قراءة في اللغة وعلى هذا فالقراءة مصدر وتجمع على قراءة ونحن قد قلنا سابقا في تعريف القرآن بأنه مصدر أيضا فقراءة مصدره قراءة وقرآن فالقراءات جمع قراءة مصدر قراءة وقد بينا معنى قراءة في اللغة وأنها إما الجمع والضم أو الإظهار على قول بعض أهل العلم أما في الاصطلاح العلبي فعرف الشيخ الناع القطان القراءات بقوله مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة مذهبا يخالف غيره قال القراءات مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من أئمة القراء مذهبا يخالف غيره هذا تعريف ذكره المؤلف هناك تعريفات أخرى يمكن أن نذكرها فمثلا تعريف القراءات على وجه التعريف قال عرفها الإمام ابن الجزري رحمه الله القراءات كعلم علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة فهذا تعريف آخر ذكره الزركشي والإمام الزركشي هو إمام من أئمة القراءات الكبار وهو مرجع في القراءة يعني يرجع إليه العلماء ويعتمدون أقواله وتحريراته فتعريف هذا من التعريف المنقول هو المعروفة علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة مثلا مالك يوم الدين تقرأ مالك وتقرأ ملك يعني على سبيل الإضاحة باختصار مثلا بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون ويسخرون قراءتان وتعزى كل قراءة أو كل وجه وكيفية من أداء الكلمة إلى من قرأ بها عرفها الشيخ عبد الفتاح القاضي بقوله هو علم كعلم القراءة علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله هذه هي القراءات طبعا موضوع علم القراءات دراسة ما نقل من الخلاف في طبعا الأصول والفرش من أئمة القراءات بأسانيد متصلة ومتواترة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلمات القرآنية من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها المراد بالأصول الأصول المتفق عليها في القرآن كله مثلا يقرأ ورش مثلا بالتسهيل مثلا أو بمد البدل هذا أصل يقرأه في كل القرآن الكريم مثلا أما الفرش فهي الكلمات التي تأتي في مواضعها ليست أصلا يقرأ به في كل القرآن طيب نعود إلى ما أورده بناء القبطان فعرف القراءات بهذا التعريف وهو تعريف من التعريفات لكنه يتعلق بقراءة من القراءات فيقول مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من أئمة القراء مذهبا يخالف غيره وذكرت لكم تعريفين آخرين يعني لعل من أحسن التعريف جمعا وشمولا تعريف بن الجزري بقوله علم كيفية أدائي كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة يعني بأن يعزى إلى ناكله أو القارئ لا أو تعريف الدكتور الشيخ عبد الفتاح القاضي وهو من الأئمة المتأخرين تعرفها بقوله هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزوي كل وجه لناقله فإذا أردنا أن نعرف القراءات من حيث هي فنقول القراءات هي كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزوي كل وجه لناقله فالقراءات هي هذا الذي ذكرته لكم وموضوعه كلمات القرآن الكريم ومعرفة طريقة أدائها المسألة الثانية التي تتعلق بتعريف القراءات هي الفرق بين القراءات وبين القرآن هل القراءات هي القرآن؟ عرفنا سابقا القرآن بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته والقراءات كما ذكرنا قبل قليل فهل القراءات هي القرآن أو أن بينهما فرق ذكر العلماء هذه المسألة وتكلموا عنها في علاقة القراءات بالقرآن الكريم ونحن نقرأ لكم الآن من كتاب صفحات في علوم القرآن للدكتور أبو طاهر عبد القيوم السندي فذكر هذه المسألة فقال للعلماء في ذلك أراء ثلاثة يعني في علاقة بين القرآن والقراءات أو الفرق بين القراءات والقرآن هل بينهما فرق أو أنهما شيء واحد أولا يقال يرى الإمام بدر الدين الزركشي أنهما حقيقتان متغيرتان يعني كل واحد قراءات غير القرآن قال ودليله أن القرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفياتها من تخفيف وتشديد وغيرهما ولا بد فيها من التلقي والمشافة لأن فيها أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافة وقد تبعوا في ذلك الإمام شهاب الدين القصطلاني في كتابه لطائف الإشارات لفنون القراءات الرأي الثاني ويرى بعض العلماء والمؤلفين ومن هم الدكتور محمد سالم محيسن أنهما حقيقتان بمعنى واحد أنهما حقيقتان بمعنى واحد لأن القرآن مصدر مرادف للقراءة فالقراءة قراءة وقرآنة والقراءات جمع قراءة إذن فهما حقيقتان بمعنى واحد كما أن أحاديث نزول القرآن على الأحرف السبعة تعد دلالة واضحة على أنه لا فرق بينهما إذ كل منهما وحي منزل فالقرآن يقرأ بالقراءات القرآنية التي نزل بها فهو والقراءات بمعنى واحد وبعض المؤلفين والباحثين كالدكتور شعبان محمد إسماعيل يرى أنهما ليس متغيرين تغيرا تاما كما أنهما ليس متحدين اتحادا كليا بل بينهما ارتباط وثيق كارتباط الجزء بالكل وذلك أن القرآن عام والقراءات جزء من القرآن لأن القراءات لا تشتمل أو لا تنطبق على كل الكلمات القرآنية يقول لا تشتمل كلمات القرآن كله بل توجد في بعض ألفاظه فقط وأيضا تعريف القراءات يشمل المتواترة والشاذة وقد أجمعت الأمة على عدم قرآنية القراءات الشاذة فإذن القراءات بهذا جزء من القرآن وليست القرآن كله ثم يرى الباحث اختصارا وتلخيصا ونهاية قال والذي أراه هو أن نفصل القول في القراءات فالقراءات قسمان المقبولة والمردودة فالمقبولة وسيأتي ذكر شروط القبول وهي أن تكون متواترة وأن توافق اللغة العربية ولو بوجه وأن توافق رسم أحد المصاحف العثمانية هذا القسم الذي قال فيه العلماء يجب على كل مسلم اعتقاد قرآنية ويقرأ به تعبدا في الصلوات وخارجها ويكفر جاحد حرف منه هذا هو القرآن إذن القراءات الثابتة المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول وتقرأ إلى الآن ويجوز القراءة بأي قراءة منها بأي وجه منها فهي القرآن فهي والقرآن شيء واحد وهذا ما يقال في القرآن كذلك فهي والقرآن شيء واحد وعلى هذا فالقرآن هو عين القراءات المتواترة وبالعكس فهما حقيقتان بمعنى واحد وأما القراءات المردودة فهي غير القرآن لأن القرآن هو الذي يتعبد بتلاوته ونجزم بنزوله على محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يصدق على القراءات الثابتة المتواترة وأما القراءات المردودة فلا تعتبر من القرآن بل هي أمر غير القرآن الكريم فهما حقيقتان متغيرتان فلا يجوز اعتقاد قرآنيتها ولا تجوز القراءة بها تعبدا ويجب تعزير من أصر على قراءتها تعبدا وإقراءة وعلى هذا المعنى فالقراءات هي غير القرآن وبينهما تغير كلي فهما حقيقتان متغيرتان لأن الشاذة حتى لو ثبتت قراءة منها بسند صحيح لا يعتقد قرآنيتها بل تعتبر من الأخبار الأحد والخبر الواحد من أقسام الحديث والحديث غير القرآن قال المؤلف هنا هذا ما يظهر لي الله أعلم بالصواب وهو التحقيق على كل حال نخلص من هذا إلى أن القراءات كقراءات كلف مصطلح يطلق على القراءات الثابتة المتواترة كما أنه يقرأ على القراءات الشاذة والمردودة فالذي هو القرآن هو القراءات الثابتة المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول وهي القراءات العشر التي ستأتي وما زاد عن القراءات العشر فهو وإن كان قراءة في الأصل إلا أنه لا يعتبر الآن قرآنا فهو غير القرآن هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذه المسألة في الفرق بين القراءات والقرآن وبهذا نكون قد انتهينا من المسألة الأولى تعريف القراءات والفرق بينها وبين القرآن أرجو أن يكون الأمر قد اتضح وتبين معنى القراءات والفرق بينها وبين القرآن من خلال هذا الاستعراض أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين